مرحلة ما بعد إقرار الموازنة المالية بالعراق لن تكون كما قبلها بالنسبة للأحزاب الحاكمة في كردستان العراق التي وضعت في مأزق حرج يهدد استقلالية إدارتها وخصوصاً المالية تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى كشف أن الأحزاب الكردية أصبحت عدوة لنفسها حيث أوصلت الصراعات بين الحزبين الرئيسيين للخضوع الحكومة السوداني التي باتت تتحكم بملف تصدير النفط وخفضت معه حصة كردستان العراق في الموازنة إلى 12.67% بشرط تسليم مباشر لحصة السليمانية من الموازنة بعدما كانت تأخذها من أربيل لم يتوقف تراجع السلطات الكردية عند هذا الحد فأصبح كل دولار تحصل عليه أربيل من النفط خاضعاً لعمليات تطقيق مركزية صارمة ما فقدان رئيس كردستان العراق سلاحياته بإنفاق الأموال وخضوعها للولاية القضائية الخاصة في بغداد لكن الخطوة القاسية على كردستان العراق بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى كانت لجوء الاتحاد الوطني الكردستاني لجعل رئيس الحكومة محمد السوداني محكماً في حال نشوب أي صراع كردي داخلي على التمويل وهو ما يعني تدخلاً مباشراً في الشؤون الكردية الداخلية بالمقابل يرى مسعود البرزاني الرئيس السابق لكردستان العراق أن بعض الأحزاب الكردية تتصرف بطريقة غير مسؤولة بهدف تقويد كيان كما يصفه البعض لطالما كان يتسم بالاستقرار والأمان تشرذم بدى واضحاً أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد تحالف الحزب الديمقراطي مع التيار الصدري وتحالف الاتحاد الوطني مع الإطار التنسيقي وهو ما أشعل حدة الخلافات بشكل كبير على الانتخابات النيابية في كردستان العراق في الشارع يبدو الطرفان المتصارعان في كردستان العراق أمام اختبار قاس في ظل التظاهرات الرافضة للسياسات الاقتصادية والفساد الجاري وهي نقطة مفصلية تنذر بمزيد من الضعف وتجعل بإجماع المراقبين مشروع انفصال كردستان العراق مجرد حلم لن يعاد طرحه حتى زمن بعيد بسبب خسارة الاستقلال المالي والانقسامات الداخلية والمؤسسات الضعيفة